بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين من الكنيسة المركزية الكبرى بالازبتية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافط الرابع والعشرين من يوليا سنة 1992 يقدم جناب الاب الموقر القسمكار يونان راع الكنيسة العزل الاسبوعية قدامي اكتر من سؤال ممكن ادمجهم مع بعض وممكن يتمشوا مع السلسلة بتاعة عقيدتنا المسيحية واحد بيقول ايه ذنبي لاني تولدت من ابو ام غير مسيحيين هل حيحسبني ربنا وبرضه يمكن صاحب نفس السؤال للنباق الورقة بيقول له ربنا سمح بوجود اديان اخرى ومخلاش الناس كلها بعقيدة وحدة سؤال بيقول اين يوجد عرش الله ومن هو الله واذا كان الله هو المسيح فمن هو ابن الله واذا كان يسوع المسيح هو ابن الله فلماذا سمح بوجود اديان اخرى اولا من ناحية العقيدة او الديانة زي ما احنا بنتكلم في السلسلة بتاعتنا بنقول اني الله منذ ادم الاول اعطى عقيدة واحدة للخلاص هي عقيدة الخلاص بالدم اللي هي العقيدة المسيحية اداها للاباء البطاركة الاوائل ابراهيم واسحاق ويعقوب واداها لنوح طقس الزبيحة انه يزبح عشان يكفر عن خطيته ونفس الطقس اداه لليهود في شريعة الناموس لما يخطي يزبح عشان يكفر عن خطيته وكل دي كانت رموز لذبيحة الصليب يسوع المسيح لانه بدون سفك دم لا تحصل ايه مغفرة فمن الاول عقيدة واحدة هي العقيدة ايه المسيحية وللنهاية هي عقيدة واحدة هي العقيدة المسيحية لكن الانسان مش كل انسان زي التهني يعني بتلاقي انسان مثلا يمشي في السكة دي تلاقي واحد يقولك لا انا مش حمشي في السكة دي انا حمشي كده تلاقي كل واحد بيمشي على كيفه وربنا خلق الانسان واداله مميزات عن كل الخلائق ايه المميزات بتاعت الانسان اولا الانسان هو الوحيد في كل الخلائق انه هو مريد يعني له ارادة وهو الوحيد اللي هو حر والوحيد انه هو عاقل ده بالاضافة الى انه حي فبنقول الانسان حي مريد عاقل حر عاقل حر فربنا خلق الانسان له ارادة وحرية يمشي زي ما هو عايز ويعتقد زي ما هو عايز ويعمل زي ما هو عايز لكن تقول الحكمة اعلم انه على كل هذه الامور يأتي بك الله الى الدينونة يعني اعمل زي ما انت عايز لكن في حساب جاي فربنا وضع العقيدة دي قدام الانسان ادي العقيدة الوحدة عقيدة الخلاص وقال ان العقيدة دي او طريقة الخلاص ده من رسمي انا وتدبيري انا ومحدش له دخل اطلاقا في عملية الفداء والخلاص وقدمها للجميع من اول ادم قال له يا ادم ادي طريق الخلاص وراء الشجر ما ستركش يسترك الجلد دفتع الزبيح يعني يسترك الدم طوبى لمن غفر اثمه وسوترك ايه خطيئة يسترك الدم من اول ادم قال له يسترك الدم والغاية اخر انسان على سطح الكرة الارضية ربنا بينادو يقول له يسترك الدم لكن تلاقي الانسان يركب دماغه ويقول لك ايه يا عمي دم ايه دم ايه ويشغل عقله بقى اللي قد كده ولا يحص العقل عصفور ويعود يتري على المسيح وعلى المسيحية ويعود يتهز ويميل ويقول لك المسيح وا 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 الاخره هو حر ما هو حر ربنا سايبه وربنا يسيب الانسان يتفطفط يتفطفط ويتنطط كده في غربته لكن يا ويله يا سواد ليله لما يجي يقف قدام ربنا فربنا سايب الانسان حر ونظرا لانه سايب الانسان حر فتلاقي ناس كتير بتمشي في طرق مختلفة ومن هنا تعددت الاراء والعقائد والاديان ده في ناس بتعبد الشيطان ناس بتعبد ايه الشيطان يقول لك انا حر انا حر وناس لغاية دلوقتي بتعبد اصنام وتعبد تمثيل وناس بتعبد الشمس وناس بتعبد الامر وناس بتعبد العجل والفيل والحاجات يعني اهو مخ الانسان مهو ما هو ساعات الانسان يسيب نفسه تلاقي مخه بقى زي الطين زي الحجر اتقفل اتقفل ما فيش استنارة اسلمهم الله الى ذهن مرفون يعني سابهم ربنا النعمة تخلت عنهم ليصنع ما لا يليق يصنع ما لا يليق يعني ممكن يعبد حجر يعبد حجر يعبد النار عجيبة يعبد النار انا مرة شفت فيلم عن جماعات وهي غالبا في دول افريقية تصرفاتهم عجيبة 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 في عبادتهم يعبدوا اي حاجة اي حاجة وممكن ينزلوا ضرب في بعض ولبح في بعض وتكسير في بعض اي حاجة يعني همجية مفيش تعقل فبالنسبة لحرية الانسان فالانسان بياخد طرق مختلفة فتعددت ايه الاديان تعددت الاديان لكن ربنا بيقول وبينبه بيقول قفوا على الطريق قفوا على الطريق شفوا انه اللي يوصل انه اللي يوصل هل حياة القداسة توصل ولا انك تعيش للجسد وتبقى مزواج وتتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة هل حياة الامانة وطيبة القلب والمحبة ولا تمشي في طريق القتل والسرقة والنصب والضرب لا ممكن تقعد تفكر وتتأمل ايه السكة اللي توصل وربنا حيحاسب في الاخر بيقول اين يوجد عرش الله كلمة عرش لما بتذكر في الكتب المقدسة زي مثلا سفر رؤية او بتذكر في الانبياء كلمة عرش تفيد الملك والسلطة والسلطة وايضا تفيد الدينون او الحكم لكن مش معنى كلمة عرش يعني الله محدود وجالس على كرسي او على عرش لا فكونك تدور على عرش الله لا ربنا مش محدود عشان يجلس على عرش لكن كلمة عرش ليها مدلون وبعدين بتقول من هو الله الله لم يره احقت ولا يمكن بعقولنا المحدود دي نقدر نقول من هو الله لكن نقدر ندرك الله من مخلوقات العجيبة ومن قوته الغير محدودة في الخليقة كلها في الخليقة كلها نقدر نقول ان الله قوة غير عادية وابلغتنا المسيحية نقول حب عجيب حب عجيب ونقدر ندي صفات وفضائل الله عجيبة الله روح الله روح وغير محدود لم يره احد قط وتقول اي كلام عايز تقول يتناسب مع قدسية الله وكرامة الله فبيقول اذا كان الله هو المسيح فمن هو ابن الله بنقول الله هو المسيح والمسيح هو الله ازاي الله واحد بالحقيقة نؤمن بإله واحد والله الواحد ده عاقل يعني ناطق وحي بالروح عقل او كلمة اللوغس يعني باليوناني كلمة صار جسدا صار جسدا يعني الكلمة تجسد وفي نفس الوقت لما تجسد لم يفارق لهوته ازاي زاي ما بيقول قدسة البابا الانبى شنودة السالس بيقول مثلا انسان كان في ذهنه فكرة فعقله فكرة وبعدين الفكرة دي طلعت للوجود طلعت للوجود فالفكرة لفت العالم لكن الفكرة موجودة في في عقله فالله دخل الى العالم لكن في نفس الوقت هو الله الذي لهوته لم يفارق ناسوته نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنتكلم بنعمة ربنا عن عقيدتنا المسيحية وابتدينا نقول عقيدتنا المسيحية هي عقيدة الانتصار كلمنا في الاول وقلنا سر الانتصار اللي هو القائد ومين قائدنا المسيح قائدنا الرب قائدنا ده سر النصر وبعدين ابتدينا المرل فاتت قلنا وعده يسندنا يعني احنا ماشيين في طريق حرب وجهاد وتعب صحيح هو القائد لكن مع القيادة لينا وعد بالنصرة وعده يسندنا فاتكلمنا المرل فاتت وقلنا انه وعدنا بوعود مباركة اولا وعدنا بانه معانا بانه معنا وهو اللي قال ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر ومكتوب كان الرب معنا فمن علينا لا الكلام بتاع المرل فاتت لكن اعطانا وعود تاني قلنا وعده يسندنا وفي نفس الوقت ادانا وعد بالسلطان اعطانا وعد بالسلطان واحنا مشيين والحرب علينا شديدة وما فيش حد فينا يقدر يقول انا اد الشيطان ده الشيطان قوة جبارة وطاقة روحية جبارة لكن مين يديني اني اغلب ابليس والعالم وكل قواته ومين يديني اني عيش كلام المرنم اللي بيقول يسقط عن جانبك ايه الف وربوات عن يمينك يعني عشرات الالاف تسقط عن يمينك من قوات الشر سواء الشياطين او اعوان الشياطين من يديني الكلام ده الله وعدنا انه معانا وايضا وعدنا انه لينا سلطان هو اللي قال هانا اعطيكم سلطانا سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء هانا اعطيكم سلطانا هذي سلطان مقدم لكل انسان مسيحي مؤمن لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو حياة والعقارب اللي هما ايه شياطين وكل اللي بيشتغل مع الشياطين هذي وعد قال يا نصراني انا بديتك سلطان تقدر تدوس على كل الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرك شيء لكن نيجي ندور عن نصراني نلاقي هو اللي ضيع السلطان رايحة فين يا ست اصل البنت تأخرت في الجواز فانا رحت اشوف لها حاجة رايحة فين ناسي انها رايحة للشيطان بدل ما ربنا ادها سلطان تدوس الشيطان تروح للشيطان برجليها عشان الشيطان يدوس هي وبنتها وبيتها وبيتها اعطانا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب والست تروح تعمل حجاب تعمل حجاب تسيب بنتها تدخل جوه القوضة وتتقفل القوضة مع راجل غريب والله اعلم بيحصل ايه انا قلت الكلام ده قبل كده وكتبت في كتاب حكايات حصلت ويا ما مصايب بتحصل مع الشياطين لانا رايحين للشيطان برجلينا رايحين اعطانا وعد بالسلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة احنا اللي بنعمل للشيطان ايه واحنا اللي بنخلي الشيطان في نظرنا صاحي وحي مع ان الشيطان ميت رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء والرب على الصليب صاحق رأس الحي صاحق رأس الحي وربنا ادانا سلطان عشان كده يا كل نصراني ربنا اللي لا ده بيطمنك بيقولك ان ديتك سلطان تغلب الشيطان كل قواته كل اعوانه تعيش حياة نصره ده وعد وعد سق وآمن بالوعد ان الرب اعطاك انك تدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضرك شيء ما تروحش للشيطان برقليك ما تمرس الخطية عشان الشيطان يلاقي صغرات في سور حياتك ويخش منها يخش منها اعطانا سلطان حاجة تاني وعدنا بالسلطان بيقول ايه بيقول جائلة خصته وخصته ايه لم تقبل واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه ادانا سلطان ان احنا اولاد ربنا ولاد ربنا من يوم ما تعمدنا نلنا التبني عارفين ايه معنى الكلام دي يعني الرب تبنانا الرب تبنانا يعني بقى هو حمين بقى هو ابونا وان لما تصلوا اقولوا يا ابانا يا ابانا اسمه دعي علينا ومعنى اسمه دعي علينا يعني بقلنا كرامة في العالم وبقلنا سلطان في العالم وبقينا ورسين للسماء ورسين للسماء اعطانا سلطان النصير اولاد الله اولاد الله الله الحين اعطى لاولاده ايه حياة حياة حد يقدر ينتزع الحياة من اولاد الله كل قوات العالم تقدر تنتزع الحياة من اولاد الله ممكن تموت الجسد وتشرح الجسد وتقطع في الجسد لكن ممكن تنال من روحك شيء عشان كده يقول خافوا من الذين لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد اوليهم سلطان على الجسد لكن اريكم ممن تخافوا خافوا من الذي له سلطان بعد ان يقتل الجسد يلقي فين في جهنم النار الابدية اعطانا سلطان ان احنا بقينا اولاد الله هو الموضوع عايز ايمان عايز ايمان ان ربنا اداني سلطان اني ادوسي الشيطان والداني سلطان اني اعيش كابن لله كابن لله محدش يقدر يمس شعرايا من راسي عارفين ايه اللي بيخلينا ضعاف وخوفين وجبنة وتعبنين ونجري من كلمة بيخ نهرب عارفين ليه لاني مش عايشين المواعيد مش عايشين المواعيد مش عايشين الايمان بعض عن ربنا والخطيئة عزلت بيننا وبين الله محبتنا للعالم خلتنا نفقد قوة السلطان وعايشين بلا ايمان بلا ثقة في مواعيد الله احنا محتاجين دلوقتي واحنا بنسمع نقول له رب ادينا ايمان في مواعيدك اديني ايمان انك اعطيتني سلطان اني ادوس الشيطان اديني ايمان انك اعطيتني سلطان اني اعيش كابن ليك كابن ليك ليه اسمك ليه قوتك ليه مجدك ليه كرمته ليه قدستك اعيش ليك يا ربي في ايام غربتي اديني ايمان اديني ايمان ما كنش انسان عادي والنصراني ما هواش انسان عادي احنا يمكن اتكلمنا مرة وعزة بعنوان ايه النصراني مسيح تاني النصراني مسيح تاني صاحب سلطان وطلعنا نبزة مرة بعنوان اصحاب السلطان اعطانا سلطان بيكلم مرة زي الترنيمة اللي نمناها بيقول الله ها انا ذا قد جعلتك ادي وعد بالسلطان ها انا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا اسنان تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الاكام كالعصافة في اشعي 41 15 اقول مرة تاني الوعد وعده يسندنا وعده ايه يسندنا وعطانا السلطان ايه السلطان اللي ادهولنا خد بالك من الكلام ها انا ذا قد جعلتك نورجا كلنا عارفين النورج ها اللي بيدرس ايه الامح والغل ها انا ذا قد جعلتك نورجا النورج دا ممكن تجرها بهيمة وتحت منها في عجل عجل لا مش عجل طيب هيا بتبقى محور كده خشبي ومثبت فيه سلاح على شكل دايرة سلاح دا هو اللي بيدرس الامح والغلة والحلبة والحاجات دي كذا محور كده جنب بعض وممكن البهيمة تجر النورج ويمشي يدرس الغلة ربنا بيقول للانسان انا جعلتك نورج بس نورج جديد لما يشتغل كتير النورج ايه الاسنان بتاعته تتلم تبقى التلمة ما تدرس يعني عشان كده يسنوها لكن انا جعلتك نورج ايه جديد ومش بس جديد محدد ومش بس محدد لكن زا ايه اسنان مش ارشر كده مش ارشر يعني يدرس تمام دوان بسلطان تعمل ايه خد بالك من الكلام بيقول تدرس الجبال وتسحقها لما ناخد الكلام بالحرف ممكن النورج ده يكسر الحضر ويسحقها يعني يخليها زي الدقيق يعني الصلابة بتاعتها والقوة بتاعتها يغوصلها للتراب لكن مش هو ده المطلوب نبي يقول للانسان انا اخليك زي النورج تدرس الجبال مين الجبال اللي هي المناخير المرفوع العالم المتكبر اللي هو عالم الشيطان اخليك تجيب مناخيره فيه في التراب يا سلام ده سلطان ايه ده طب هو الانسان النصراني حيدوس ويسحق ويعمل لا 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 ده النعمة اللي فيك تخلي فلان يتخزي ويبقى وشه في الطين القداسة اللي فيك تفضح الشر والدنس والنجاسة في اهل العالم الامانة في حياتك تخلي المناخير العالية تيجي الارض تيجي الارض الانسان اللي بيصنع الشر في الظلام حيتفضح قدام قداسة حياتك وقدام خوفك لله تدرس الجبال وتسحقها وتسحقها فيش انسان متكبر يقف قدامك لاني بالربنا حتكون غالب المتكبرين لان ربنا بيقول اقاوم ايه المستكبرين واما المتواضعين فيعطيهم ايه نعمة تدرس الجبال وتسحق ايه دا الوعد المبارك هانذا قد جعلتك نورجا جديدا نورجا محددا جديدا زاء اسنان تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الاكام كالعصافة الاكام شوفوا الاكمة يعني المرتفعة يعني الحاجة العالية تخليها زي العصافة كده زي الريح زي ريشة في مهب الريح يعني تخلي الانسان ان كان بيقومك انسان او ان كان بيقومك شطان تخليه ولا يسوى شيء ولا يسوى شيء يا هرب من قدامك ولا طارد دا ايه دا السلطان العجيب ادي سلطان اولاد الله امال يعني ابن الله يعني ايه هي حاجة هيينة دا لو انت ابن وزير هيبقى لك شام نورنا فما بل لو كنت ابن ملك ارضي دا يبقى حاجة تانية مش هتيجي تقعد معانا هيبقى في حراسة وبروتوكول ونظام وا 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 دا انت ابن ملك امال لو انت ابن ملك الملوك ولا حاجة اذا احنا عايشين تعبنين ليه لاني ولا حسين ولا دارينين ان احنا اولاد ملك الملوك الدنيا واخدانا ابونا لقمة العش مرة يعني ايه لقمة العش مرة يعني لازم اسرق تسرق يا اخي عنك متلت عشان تسرق طب و لما تسرق وتأكل الجسد والجسد دا هيكله الدود وبعد كده تروح جهنم لا موت بالجوع احسن عشان هتروح السماء احسن مما تاكل من الحرام وتروح جهنم النار الابدي او عتمشي مع العالم عيش بسلطان اولاد الله في الكرامة في الامانة في القداسة في الطهر في العفاف اسمع يا نفسي ويا كل نفس اعطانا وعد بالسلطان ها انا ذا قد جعلتك نورجا جديدا محددا ذا اسنان تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الاكام كالعصافة صاحب سلطان فيش انسان يقدر يقف قدامك طول من تماسك في ربنا طول من تماسك في ربنا حدش يقدر يقف قدامك ولا يعطى العمل ولا شهدته ولا خطواته ولا يقف في طريقة لاني الله معك وزي ما قلنا ان كان الله معنا ايه فمن علينا عقيدتنا المسيحية هي عقيدة الانتصار لاني الرب قائدنا ووعده ايه يسندنا وعدنا بانه معانا وعدنا بالسلطان وتالت حاجة وعدنا بانه يصهر علينا احنا جيش بالحارب هو قايدنا وانضلل علينا وصهران علينا بيقول ايه بيقول في اشعية تلاتة واربعين زي ما رنمنا دلوقتي لا تخف لاني فديتك ما تخافش ده انا فديتك بدهم فديتك يعني اشتريتك يعني نجيتك لا تخف لاني فديتك ولما اشترانا بقينا غليين عليه لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي اتاري كل واحد معروف باسمه عند ربنا كل واحد وربنا بيذاكر ويحفظ يعني الاسامة قال لا ده مش بتاع مذاكرة وحفظ لا ده عارف كل واحد مش بس كل واحد ده مرقم عظمنا في بطون امهاتنا ده شعور رؤوسنا عددها كلنا معروفين عنده يا سلام شوف بقى لما يكون واحد عظيم في الدنيا وقابلته مرة مثلا قلت له انا اسمي فلان وبعدين تيجي مرتان يقول لك انا فاكر انت فلان تفرح وتنبصت لانه فاكر ناس كتير بتتدايع لما تيجي تقابلنا كده وننسى اسميها احنا بننسى حتى التلات اربع اللي بنتعامل معاهم العشر العشرين اللي بنتعامل معاهم لكن شوف الله لا ينسى قط لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي انا اللي مسميك ومعروف لي وانت بتاعي انت لي انت لي وقيتانا رب شوف صهران علينا ازاي بيقول اذا اجتزت في المياه فانا معك زي ما كنا بالرنم اذا اجتزت في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك اذا مشيت في النار فلا تلزع يعني لما تشتد عليك الضيقات والتجارب والدنيا تولع حواليك فلا تلزع لا تحرق يعني يعني النار ما تصبكش اطلاقا واللهيب لا يحرقك اذا مشيت في النار فلا تلزع ايه ده ممكن ده يحصل ايه رأيكو حرفيا ممكن يحصل وروحيا حتى لو مرينا بتجارب اصعب من النار ما تأثرش فينا لكن طلعنا زي الشعر من العين اذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك لاني انا الرب اله القديس اسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوش وسبع عوضك شوف بقى الكلام اصرت عزيزا في عيني مكرما اصرت عزيزا في عيني مكرما قال ده انا اشتريتك بدمي وبقيت غالي علي بقيت غالي علي برنم احنا ونقول ايه شايل احمالي ويقول ايه ويقول يا غالي اصرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك انا ده ربنا بيقول انا حبيتك ومدام ربنا حبنا يبقى خلاص اوعد شي الهم اوعد شي الهم مدام بيحبنا بلغة العالم حيعمل لنا ايه حيبلع لنا الزلط لو سمحنا لو سمح ربنا ان احنا نقول كنه ازاي يعني نفجر ويخفر لنا لا لا هو عارف امانتنا واخلاصنا واعت مرة ينجيك طب والتانية برضو ينجيك مدام مش بقصد مش بفجور طب واعت سبع مرات برضو ينجيك طب سبعة في السبعين برضو ينجيك طب عشت طول العمر خاطم وقيت في اي وقت قلت له نجيني نجيني نعم لانه هو اللي قال لمعلمنا بطرس لو اخطأ فيك اخوك سبعة في سبعين مرة سامحوا يبقى هو مش هيسمحني لا اله عجيب صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك اعطي اناسا عوضك اعطي اناسا عوضك يعني ناس كتير ما يسويش مقدارك يعني انت اغلى من ناس كتير وشعوبا عوض نفسك يعني نفسك اغلى من شعوب ايه ده سامع نصراني سامع العز اللي احنا عيشين فيه بس يقصار احنا بعاد عن العز بعاد عن العز الهنا سهران علينا بيكلم مرة تاني في مزمور 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 مية واحد وعشرين بيقول لا يدع رجلك تزل ما تعترش في الطريق يعني رجلك تدخضت في حاجة لا يدع رجلك ايه تزل لا ينعس حافظك ده سهران علينا انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الظهر يا سلام سهران علينا وعدوا بيسندنا وعدنا انه معانا وعدنا انه لينا سلطان وعدنا انه سهران علينا سهران علينا رب المجد يسوع قبل الصليب صلى صلوة عننا صلوة شفاعة صلوة كهنود قال للاب المبارك اطلب ألا تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير يا سلام يا سلام عضمان اطلب ان لا تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير يعني لينا طلبة لينا رصيد في صلوات الابن المبارك ان احنا محفوظين في يمينه والذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم ايه مني بل ان تحفظهم من الشرير يعني رب المجد يسوع وحطت لنا رصيد ان احنا نعيش محفوظين من الشيطان محفوظين من الشيطان اما للشيطان بيلعبنا ليه قال احنا اللي بنروح للشيطان برجلينا لكن ان كان على ربنا ادانا وعد ولينا في المجد رصيد ان ربنا وعد ان احنا نكون محفوظين اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصا وعدنا حاجة تانية واخيرة لكن حلوة وعدوا يسندنا ايه الوعدة رب قال كل اللي حيقف ضدك انا حاغلبه كل اللي حيقف ضدك انا حاغلبه ومش هخلي انسان يقف قدامك واحنا قلنا قبل كده الوعد اللي قاله ربنا ليشوع قال له لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك لا اهملك ولا اتركك لا يقف انسان في وجهك لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك لا اهملك ولا اتركك يا سلام قد ايه بيبقى الواحد مشتاء انه يعيد الكلام ده وجرب الكلام ده في صلاتك الخاصة وصوصا لما تكون تعبان او متدايق او فيه تجربة او فيه حد واقف في وشك ان كان رئيس او موظف او شركة او عمل او جار او اي حد واقف بالشر قدامك اعض ردد الوعد ده وقول لربنا انت وعدت رب انا صحيح مش على مستوى الوعد لاني انسان خاطئ وضعيف لكن تعال ربي قوم حياتي واغفر خطاياي وشددني واديني ايمان بوعدك انت قلتلي لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك وقلتلي لا اهملك ولا اتركك يعني انت تديني نصرة تديني نصرة ونعيش الوعد وامجاده نعيش الوعد وامجاده انه هو حيغلب المضادين ويهزم المقاومين وانما بعينيك ترى وتنظر مجازات العشار يغلب اللي وقفين ضدنا او مال هو قال يا نصارى اوعد تكونوا بتاع حرب اوعد تروح تجيب لي بندقية ولا سيف ولا مسدس ولا سلسلة ولا مش عارف ايه لا لا تغلب واحد التاني هيغلبك لو كنت اقوى من واحد هتلاقي اللي اقوى منك ارمي العصاي وارمي البندقية اقاتل عنكم وانتم ايه تصمتون انا ما اقف وانظر خلاص الله وقف اتفرق كده وقف اتفرق لا اهملك ولا اتركك لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك يا سلام اما نتأمل في الكنيسة الاولى وخدمة سادتنا الاباء الرسل والعظم والقوة وملء روح الله كانوا فوتوا في الحديد يمسكوهم ويرموهم في الخجن ويقفلوا السجن ويشمعوا السجن وحطوا حراسة عالسجن والصبح يلقهم فين بيوعظوا في الهيكل بيوعظوا في الهيكل ايه ده ايه ده قال لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك يروح يرجعوا على السجن يقولوا الاختام موجودة والابواب مأفولة زي ما هي والحراس قعدين من برة ودول بيوعظوا في الهيكل مين اللي طلحهم لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك انت بس حطي ايدك في ايد مسيحك واختبر المجد اختبر المجد وعظمته سلطان اولاد الله واختبر حياة النصرة والقوة حياة النصرة الحياة المجيدة بتبص تلاقي الانسان قدامك زي الريشة كده زي الريشة الريح عمال يزيحه ايه ده ربنا عمالت زيحه تلاقي ده يمشي وده يمشي ودراحه 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 ايه ده كانوا قدامي دول كانوا مقومين لي دول كانوا مضادين لي لا 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 وعدك يسندنا في مزمور 91 اللي هو ناس كتير حفظين المزمور الحلو ده الساكن في ستر العلي في ظل القدير ايه يا بيت الله بسهران علينا بيقول لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يضللك وتحت اجنحته تحتمي كل ده كلام له معنى جميل جميل المهم انا عايز كلمتين من المزمور ده يسقط عن جانبك ايه الف وربوات عن يمينك اليك لا يقرب اليك لا يقرب مين اللي ما يقربش ليك الشيطان اليك لا يقرب حتى نحفظ التلات كلمات دولة اليك لا يقرب يا سلام ده وعد من ربنا اليك لا يقرب انما بعينيك تنظر وترى مجازات الاشرار انا لسه ايه للكلمتين دولة قال انت تقف ساكت تقف ساكت رنم صلي اتأمل في ربنا عيش حياة الشكر وتبص تلاقي ايه الاشرار بيناله ايه العقام انما بعينيك تنظر وترى مجازات الاشرار ثلاث كلمات اللي حفظناهم ايه اليك لا يقرب يا سلام قد ايه ربنا ده عجيب واحنا بقنا غليين عليه صرت عزيزا في عيني مكرم ايه ده بالنسبة لربنا احنا غليين عزاز عليه عزيزا في عيني مكرم انا شوية الطين انا الحقير نعم نعم لاني ما بقتش انا شوية الطين لانه لما فداني وبدمه اشتراني اشركني في طبيعة الالهية وبحبه تبناني وخلاني وارث للمجد اعطاني حبه ادخلني الى مجده بقت ابنه بقت ابنه وغالي على قلبه غالي على قلبه يا سلام غني لانك مسيحي وافرح لانك مسيحي اوعى تعيش مهزوم اوعى تعيش مغلوب لا من شطان ولا من اعوان الشيطان ولا من الخطيئة ولا من كل قوات الشر لكن قلنا رب الدين نصرى الدين نصرى ساعدني اختبر حياة الانتصار وقول في جوع في خطر في سيف في كذا في كذا في هذه جميعها يعظم انتصارنا من الذي احبنا الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في حياة النصر على الدوام ولإلهنا كل الكرام والمجد من الان وإلى الابد امين